أملاح الاستحمام هي منتجات طبيعية تذوب في الماء وتتم إضافة الروائح والزيوت إليها وتعطي فوائد للبشرة وكذلك تعمل على تهدئة العصاب فكيف نختار أملاح الاستحمام المناسبة لبشرتنا وهل يمكن صناعتها في المنزل بطريقة طبيعية وآمنة للمزيد تنضم إلينا عائشة محمد بكش خبيرة في صناعة الصابون ومستحفرات التجميل صباح كله بالخير يا عائشة أهلا وسهلا إيش الألوان الجميلة اللي جايبت لنا هذه اليوم يعني ألوانها أولا تفتح النفس لكن حابين نعرف طريقة استخدامها ومن إيش مصنوعة بالضبط مقاسات صغيرة أوك اليوم حنتكلم عن أملاح المغطس وهي بتتكون من مواد طبيعية بنستخدم كوربونات الصوديما اللي بنستخدمها في الطبيقة عادة وستريك أسيدا اللي هو مستخلص من السكر الفواكه وبنضيف لهم زيوت طبيعية على حسب أن إحنا عايزين نحس بشو مثلا عايزين انتعاش بنضيف الليمون والنعناع عايزين نسترخي بنضيف اللافندر عايزين ريحة مثلا فيها فخامة مثلا بنستخدم العود أو الياسمين أو الزيوت الطبيعية الثانية فاليوم احنا حنعمل جروفي كايندوف لوف وهي أيوة هاي فيها زيت خشب الورد اللي هو بيعطينا استرخال الجسم وفيها زيت البرقاموت اللي بيساعد على بيخلي واحد مفصوط سعيد يعني فيها على حسب الموت الزيوت اللي موجودة فيها بتأثر على الموت كم نوع زيت فيها؟ فيها ثلاث أنواع زيوت وفيها اللي هي كربونات الصوديم زي ما قلت لك والسيتريك أسيد هذي ما تتطبخ هذي ما تتطبخ احنا راح نخلط وراح نتكلم هذي عمل هذي شلو اللي عندي أولا هذي الأبيض اللي هنا عندك السيتريك أسيد صوديم بيكربونات والسيتريك أسيد وفي عندنا هاي الخليط المرتغالي هذا فيه زيت العطري اللي موجود في الأملاح دي فبنخلطهم مع بعض أوكي خلينا نخلطهم مع بعض يعني أنت تضيف الزيت العطري على شكل سائل على شكل سائل بس تلمسي الحين بتحسي بكيف رطب هو نخلطهم مع بعض نخلطهم مع بعض هذي ريحتها جميلة هاي ريحت جميلة هذي شنو يساعد بيكربونات الصوديوم بتخلي الموية رطبة وبتخلي الجسم رطب وفي نفس الوقت بتعطينا الفوار في الماء فنحن لما نخلطهم مع بعض لو لاحظت أنها شوية فيها إيها نعم ما شوي لأنه فيها الزيوت الطبيعية هاي من أغلى نواع الزيوت نحن بنستخدمها في منتجاتنا فرش مئة بالمئة يعني زي ما شايفين نحن الآن بنعملها خالية من التقليف بدون بلاستيك لأنه بنحب نحافظ على البيئة وفي نفس الوقت عايزين شي طبيعي نستخدمه على بشرتنا الآن بعد ما خلطنا الألوان فكرتيني بعجينة البيتزا كأنك بتطبخ بالبيت صح هنالك أنا سوي إياكم عجينة أخلطهم مش كويسي عادل شوي كده أنا عادة يخلطون وأنا بس أطبخ جاك اليوم لسل تخلط الآن بالفعل يعني أنه هي مع الماء من الممكن أنه تتفاعل وتعطينا تتفاعل وتعطينا الإحساس الترطيب وفي نفس الوقت الزيت العطري أول ما يدوب في الموية الدافية بيتفاعل وبيساعد على أنه إياه ما يسترخي جسمنا إياه ما يهدي إياه ما في نفس الوقت تساعد على يعني مثلاً هذه الحبة شكثرة تبقى عندي لأن أنت قلتيني هذه هاي استخدام مرة واحدة لا أقصد مو الاستخدام أنه قلتيني ما فيها موات حافظة ما فيها موات حافظة تقعد معك لسنة ليش؟ لأنه ما فيها موية أي شي في موية البكتيريا بتنمو فيه فهي صلبة ما فيها أي موية ما بتحتاج أنك تضيف لها موات حافظة طب عايشة الوحدة هذه تكفي قدئيش من كمية الماء يعني البانيو حسب حجمه صغير أو كبير نحط واحدة أو ثنتين على حسب البانيو بس هي استخدام مرة واحدة يعني هاي كافية لا فاهمة بس أنا حط واحدة أو ثنتين فيك تحطي هاي وفيك تحطي معاها رغوة للبانيو أو زيت للبانيو آه يعني حسب مساحة الجاكوزي أو البانيو بس هي كافية لبانيو واحد حبيت اللعب أنا حبيت اللعب يلا أوكي الحين احنا خلطنا المنتجات المكونات مع بعض أوكي فيك تاخدي مولد خلطتي زينة تاخد قالب لا عادل يبغى لك شوية تدريب صراحة في أنا خايف أوصف نفس يلا زين فيك لك يعزم شنعبيها أوكي على حسب الترتيب أوكي هناخد اللون الأزرق اللي هو هنا جاهز آه خطوة دقيقة مناشف هذا أيه نعبيها كاملة أو العبي من الصحة ايه تقضي قليلاً أه أه أنا حتيت اللون حقي حطيت اللون الأزرق لا حتيت اللون حقي أولاً حجتي اللون أحطي أوكي أجل أكي تضع اللون الوردي هذا يبدو نأتجاه الثاني خطي حسناً حسناً نضع اللون الأصفر أعديك قليلاً من الأصفر نضع كاتيرين حسناً حسناً المشكوراً حسناً، وبعدين؟ حسناً، بعد اللون الأصفر، نضع اللون البرتغالي اللي هو عندك، ما رأي أعطيكم ترين مقف عندي، ما أعطيك اضغطها شوية، كلبيها بعدين؟ حسناً، تأخذ القالب الثاني نفس الشيء؟ أيها، تعبيب الألوان اللي هي في الاتجاه الثاني اللي هو البنفسج، أول شيء؟ نعم بعدين تضع اللون الوردي طبعاً، هذا حسب الاختيار، يعني الواحد حسب مزاجه، أشي يضع أول، أشي يضع ثاني، صح؟ هي كلها نفس المكونات، بس الألوان، عشان تعطيك ألوان كثيرة في البانيو طماعة، يلا شفتوا قليل بس، يلا، مشكورة أنت تضع البنفسج أول شيء؟ أنا في غرفة التربية فنية، أيام ما كنا في المدرسة البنفسج أول؟ نعم، جداً؟ ما زين؟ حُطة اللون الوردي وهذا اللي يريد أن أطفئها، أعينها وبعدين آخر، ممكن مختلفة أنا حليني أسألك بأنه هذي شكتر، يعني من الممكن أن تبقى لمدة طويلة في البانيو؟ أم لا أجل États؟ فلتقعد مثلا، تقعد مساعة، ساعة، يعني زي ما انت عايز تدلع نفسك، حسنا؟ يعني هذه صراحة فكرة رائعة للأمهات إنهم يتسلوا مع أبنائهم إذا حابين يسوي شيء مفيد يستفيدوا منه يعني حلوة الفكرة أنه مشاركة الأبناء مع الأم صراحة فكرة جميلة يعني إنهم يلعبوا منها يلعبوا ومنها بعدين يحطوها في الباني ويشوفوا نسيجة بس وخلاص نسكرها حاول حط كمية زيادة أنا ما هسويته حدث ثاني طيب بدون ما تضغطها يعني طيب بعدين تضغطهم مع بعض أنا فاتت علي فقرة يلا الحين ما بقى عندنا وقت بس لازم نشوف أنا عفستها نرمي أول واحدة يلا عادل حط حقتك أول ما حطيت أملاح البانيو في الموية السوديوم بيكربونات طيب شكرا جزيلا الآن نخليها وراح نشوف هذيلا راح ناخدهم ويانا شكرا جزيلا بس خليها لمدة 24 ساعة شكرا لعايشة محمد بكشة خبيرة في صناعة الصابون يعطيكم العافية أنا هذي بأخذها ويأعي البيت أمان الكريم صارت حلوة الوان قوس قزة أمان الكريم شكرا لعايشة محمد بكشة خبيرة في صناعة الصابون شكرا لعايشة محمد بكشة خبيرة في صناعة الصابون